بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين طبع كده ربنا اختاره عشان يرسم كاهن في الكنيسة وهو أول خادم من الكنيسة كان بيخدم في مدارس الأحد في الكنيسة وبقى اترسم عليها وهو ثالث واحد يرسم على الكنيسة أباء كتير كانوا قبل كده موجودين بس كانوا منقولين من أماكن أخرى فده ترسم على الكنيسة ثالث واحد وكان أول واحد يترسم من خدام الكنيسة وعاش خدمة الكاهنوت فترة حوالي 34 سنة الحقيقة فضائله كثيرة جدا أنا عرفته لما كان خادم مهندس منير كمال ثم بعد كده لما ربنا اختاره وبقى كاهن الحقيقة صفاته الحلوة كثيرة أول حاجة تباني للكل أنه شخص طيب وبسيط وقلبه مفتوح بالحب ومتسامح حتى لو حصل أي خطأ قلبه متسامح والدنيا من سباله بالتالي لطيفة وحلوة لأنه هو قلبه مفتوح ما بيشلش جوا قلبه أو زي ما علق أبونا مخيل العزيز لما كنا نحن عددنا لسه قليل لما ترسم أبونا مخيل وبعده أبونا مرقص الحقيقة يعني كان الجو بيننا لطيف وحلو جدا واتمتعنا بجو لطيف التعامل كالدنيا ريئة وجميلة وهدية وده يرجع لأنه قلبه واسع فالاختلافات في الأراء بتبقى لطيفة وبسيطة لا تمثل أي مشكلة نمرة اثنين هو إنسان ظهرت أبوته حلوة قوي بعدما الكهنوت وأصلا تعلم الأبوة من خدمته كخادم في مدارس الأحد ولكن تألقت أكتر لما بقى كاهن وعنايته بكل واحد بيشعر به ويفهمه أو يهتم به بتبقى واضحة قوي وعشان كده قلوب كاسرين دلوقتي تعبانة من أجل حرمنهم من أب حلو أو كم يحبهم طبعا إحنا كلنا متعزين أنه في السماء وفرحان ولكن ده ما يلغيش المشاعر البشرية الطبيعية تلت حاجة عشان ما طولتش عليكم كانت واضحة في أبونا مرقص إنه كان مدقق جداً دقيق في كل شيء يعني يكتب كل حاجة ويعرف تواريخ كل شيء وينظم الدنيا وعنده إحصائيات بكل شيء كل ده كان بيساعده في الخدمة بمعنى أنه يشوف هو افتقد كام قابل مين عمل إيه فده يكون دافع لي بعد كده أن يتقدم وينمو ومرجع لنا في كل الأحداث اللي بتحصل ده صفة حلوة اتمتع بيها ونفعته في الخدمة بتاعته رابح حاجة مش أقدر أقول كل شيء عنه بس رابح حاجة أقولها النهاردة إنه كان محبته دايماً بتميل إلى الوحدانية يعني إذا نقول إحنا كلنا بقلب واحد ده كان حاجة مهمة قوي من أول كهنوته لغاية نهاية حياته فكرة الحب يعني نرجع للقلب البسيط المحب إنه هو عايز نكون كلنا بقلب واحد ولا اختلفات بسيطة في أي ألاء لكن كلنا عايشين بهذا الحب الواحد كان هو بيهتم بكده ولما ما كنا يعني ما شفوش كاب يوم يقولي هو إحنا مع بعض في كنيسة واحدة ولا إيه إحنا فين وأنا فين وإزاي إحنا مشغولين كان بيعمل قوي ليه حتة المحبة والعلاقات الطيبة الحلوة ونحنا بنوحش بعض لما ننشغل شوية في الخدمة هذا الحب هو اللي فضله وطلع به السماء وفرحان به بالسماء لأن السماء هي عبارة عن الحب وإلهنا هو إله المحبة إحنا إذا كنا افتقدنا فوستينا كأب حلو في الكنيسة ولكن إحنا أخذنا برك الوقت إنه شفيع لينا في السماء بيشفع في الكنيسة وكل أولاده وكل احتياجات الكنيسة عشان الله يكملها ويسندنا في ذيقتنا وضعفتنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد أمين ترجمة نانسي قنقر شكرا